خلينا نروح للحدث الأهم هو انبارح كان اليوم العالمي للمرأة الحقيقة ويدا يوم يمكن يعني مهم جدا في حياتنا كلنا لأنه احنا المرأة هي الأم هي الأخت هي الزوجة هي العم هي الخالة يعني يمكن مش هنبالغ لو قلنا أن المرأة أكتر من نصف المجتمع ولأن يعني يمكن مين منه يعني والدته ما كانش لها فضل كبير جدا عليه في حياته يعني الحقيقة الابنة كمان ما ننساش يعني كل ده يعني كان اليوم انبارح يوم أو فرصة مناسبة لتكريم المرأة المصرية وكان على رأس هذه الأحداث تكريم لفيف من نجوم المجتمع من المرأة المصرية وعلى رأسهم طبعا الرياضيات المصريات من قبل السيدة طبعا الفاضلة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية في يوم كان جميل الحقيقة يوم عرفان بالجميل لهؤلاء الأبطال شفنا تكريم يعني نقول بس للذكر وليس للحاصر شفنا هانا جودة كانت مجودة انبارح ده طبعا لقطات من التكريم الجميل انبارح اللي طبعناه وشهدناه بشكل كبير وده اندلفة بدل على اهتمام الدولة المصرية الحقيقة بدور المرأة في المجتمع شفنا تكريم هانا جودة مبارح لعبة اهيه صورة هانا جودة لسه بنتكلم وشفنا تكريم هدايا ملاك لعبة تايكوندو شفنا تكريم سارة سمير ونعمة سعيد بطلات رفع الأتقال دي صورة تجمع طبعا بطلاتنا والرياضيات الحقيقة دور المرأة المصرية في الرياضة لا يقل لأبدا عن دور الراجل يمكن اخيرا كان الولمبيات توكيو حصدنا نصف تقريبا عدد مديليات اللي حصدناه ده يا ملاك في ريال اشرف دكتورة جيانا فاروق يمكن ثلاث مديليات حصلنا عليها والمزيد لسه يمكن لو كنا شاركنا برفع الأسقال كان مش بعيد ابدا يعني صارة سمير تفوز عندنا نعمة سعيد بطل الأولمبية والولمبيات الشباب يعني البطلات المصريات ليهم دور كبير جدا في الرياضة الأولمبية والحركة الأولمبية نبارح تكريمهم الحقيقة ده يعني يمكن حاجة أو لفتة جميلة الحقيقة نتمنى إن شاء الله أنها بإذن الله يعني إن شاء الله تستمر لسنوات قادرة